اجتمع المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ومسؤول الوزارة المعنيون مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة لمناقشة ظاهرة مخالفات البناء في عدد من المناطق الإسكانية والجوانب القانونية والفنية المتعلقة بها وأكد الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير السكن الاجتماعي الملائم والآمن للمواطنين فضلا عن أنها تتيح لهم فرصة التوسع في البناء وفق الأطور القانونية التفاصيل مع زميل يحيى العمري في إطار الحرص على العلاقة التكاملية مع مؤسسات الدولة فيما يخص المشاريع الإسكانية اجتمع المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ومسؤولي الوزارة المعنيين مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة لمناقشة ظاهرة مخالفات البناء في عدد من المناطق الإسكانية والجوانب القانونية والفنية المتعلقة بها حيث أشار وزير الإسكان الارتكاب عدد من المنتفعين بالخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة مخالفات جسيمة لإنشاء طوابق إضافية للوحدات السكنية بطريقة غير مدروسة دون الوضع في الاعتبار قدرة تحمل الوحدة فضلا على الضغط الذي يتسبب به تشييد المرافق الجليدة على قدرة تحمل البنية التحتية والكهرباء والصرف الصحية على الاستيعاب ما العلم أن وزاة الإسكان في كل نماذج قيد التنفيذ أو لنفذة تم قبل حرست على أن تنظم هذا الموضوع وهذه المسألة موضوعات التوسع المستقبلي للوحدات السكنية من خلال منح المواطن ثلاثة خيارات يختار منها في حال رغف التوسع المستقبلي وأيضا الخرائط جاهزة معتمدة فنيا وهندسيا ويستطيع أن المواطن الشروع في بناء الوحدة السكنية أو التوسع في الوحدة السكنية بعد انقضاء فترة الضمان التي لا تتجاوز العام واحد وفق الاشتغاطات الهندسية المطلوبة وبعد أن اطلع الحضور على ما رصدته وزارة الإسكان من مخالفات البناء التي آلت إلى تشويه الوحدات السكنية والوجهات العامة للمشاريع الإسكانية بشكل كبير أكد الحضور على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حيث بحث المسؤولون في وزارة الإسكان مع أعضاء المجالس البلدية سبل إيجاد حل مناسب لهذه المخالفات وعدم السماح بتكرارها في المشاريع القادمة التدرج هو مطلوب في توعية الناس بالإضافة إلى تفعيل المخالفات بطريقة تدرجية وليس بطريقة نهائية بشكل نهائي خصوصاً أن هذا الملف سبق أن نتكلم فيه أحنا ملف المخالفات ملف كبير وهناك مخالفات كثيرة ولكن أيضاً نقول أن الأجهزة التنفيذية كانت آنذاك لم تتخذ الخطوات اللازمة والآن الحسن في هذا الموضوع أعتقد أنه يحتاج إلى تدرج في هذا الجانب لا بد أن يكون هناك في تدرج في المخالفة أو في الردع على المخالفة وعدم الإزالة التي تأثر على المواطن ساكن في هذه المناطق السكنية وتطرق الاجتماع إلى جهود المجالس البلدية وأمانة العاصمة في توعية المنتفعين بمختلف المشاريع الإسكانية في المملكة بضرورة وأهمية الالتزام بالتوسع وعمل الإضافات وفقاً للأطور القانونية والفنية المقبولة ووفقاً للقوانين المنتبعة وحث من خالفوا ذلك بتصحيح أوضاعهم وفق الاشتراطات التخطيطية واشتراطات البناء في أسرع وقت ممكن من خلال متابعة المختصين في الوزارة نحن ندعو المواطنين الكرام أن أي تغيير أو تعديل يريد أن يسوي في بيته أو الوحدة السكنية أو الشقة بالرجوع للمعنين في وزارة الإسكان والبلديات شؤون البلديات لأن مثل ما شفنا بعض التغييرات والتعديلات التي سوها المواطنين فيها خطورة جسيمة على أرواحهم وزارة الإسكان في مملكة البحرين تضع تصاميماً هندسية أثناء تشييل الوحدة السكنية تتيح التوسع في الوحدة السكنية من قبل المنتفع ولكن وفق ضوابط وشروط هندسية وبعد استفاءة إجراءات القانونية بما لا يؤثر على متانة وجودة الوحدة ويحافظ على الطابع الجمالي لها بشكل خاص وللمشروع بشكل عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر